ملايين الأطنان من النفايات البلاستيكية التي ينتهي بها المآل في المحيطات كل عام باتت الخطر الكبير الذي يهدد الحياة البحرية ويسبب دمارا غير قابل للإصلاح وفي هذا الصدد حذرت الأمم المتحدة من أن تلك المشكلات تهدد بتدمير النظام البيئي للمحيطات وبحسب الأرقام التي أعلنتها الأمم المتحدة فإن 80% من مجمل التلوث في المحيطات يأتي من البشر كما ينتهي مطاف 8 ملايين طن من البلاستيك سنويا في المحيط ما يؤدي إلى إفساد البيئة البحرية ومصايد الأسماك كما يؤدي إلى خسارة مليون من طيور البحار ومئة ألف من الثديات البحرية كل عام كما يكلف البلاستيك 8 ملايين دولار لمعالجة الأضرار التي تلحق بالنظم الإيكولوجية البحرية كل عام وفي الواقع لم يكن البلاستيك كما نعرفه اليوم موجودا قبل نحو 70 عاما لكن منذ ظهوره غير كل شيء وبالأرقام فإن أجمالي البلاستيك الذي أنتج منذ بدء تصنيعه بلغ 8 مليارات طن ثلثها على صورة نفايات 79% منها مدفونة في الأرض المشكلة الأساسية في البلاستيك أنها مصممة لتعيش لسنوات طويلة حيث يصل تحلل بعض المواد البلاستيكية إلى 450 عاما لأن تحلل البلاستيك يندرج تحت عمليات التحلل غير الحيوي والذي لا تؤثر فيه البكتيريا أما عن تأثير البلاستيك في المحيطات فيعتقد الباحثون أن هناك نحو 10 ملايين طن من البلاستيك ينتهي بها الأمر في قاع المحيطات كل عام وبحسب الدراسات فإن هناك 13 دولة أسيوية ضمن الدول العشرين الأكثر تسببا في مشكلة تلوث المحيطات بالمخلفات البلاستيكية احتلت الصين المركز الأول وجاءت أمريكا ضمن الدول العشرين وتواجه الطيور البحرية والسلاحف والدلافين والفقمات مخاطر بسبب المخلفات البلاستيكية ويقتلوا ما يقرب من مليون كائن كل عام فقد تعلق بالأكياس البلاستيكية بشكل يعيق حركتها ويمنعها من الحياة بشكل طبيعي وقد تموت جوعا أو تأكل المخلفات البلاستيكية باعتبارها طعاما استعراض أبعاد المشكلة بالأرقام يبرز خطورتها التي ربما لا نشعر بها رغم أننا كأفراد نستهلك كميات كبيرة من البلاستيك على مدار حياتنا ومن أجل وقف تلوث المحيطات يرى الخبراء أنه يجب إقفال المصدر باتباع استراتيجية للوقاية من النفاية تتمثل في خفض نسبة القمامة البلاستيكية بشكل كبير جدا ترجمة نانسي قنقر